بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نبحث عن عناصر الرحمة التي بدأ الله بها كتابة والتي أرسل بها رسوله فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو يؤدي رسالة ربه إنما بعثت رحمة مهداء فمرحبا بهدية ربنا سبحانه وتعالى من عناصر الرحمة قيمة مهمة من القيم والأخلاق التي يرتضيها كل أحد كل إنسان كل أهل الأديان من المسلمين وغير المسلمين بل من أهل الأديان وغير الأديان هي قيمة المحبة الحب والحب عطاء والعطاء كرم وهذا لا تسمح به نفس إلا إذا كانت رحيمة هناك حب الله وهناك حب الرسول وهناك حب للمؤمنين وهناك حب للجيران حب الله وحب الجار هو الذي تبنى عليه الدعوة تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الكلمة السواء هي حب الله وهي حب الجار وإذا جئنا إلى الكلمة السواء إلى حب الله وحب الجار فهذا من الرحمة ونتيجته رحمة فيما بيننا كان النبي يقول شيئا من هذا وهو يعلمنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وأبو داود إذن هنا نحن أمام حب وقيمة الحب يقول أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن وكيف نؤمن والإيمان من الأمن والإيمان من الرحمة لابد أن نتحاب والوسيلة بسيطة وكانت هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنة رسول الله أن الشيء البسيط يسبب أن نفعل كثير فقال لنا أفشوا السلام بينكم فلما نفشي السلام بيننا يحدث وينعقد المحبة هي بنا فإن قيمة الحب عظيمة وينبغي علينا أن نلتف جميعا حولها إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر